أجاز مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول البرنامج التدريبي الخاص بمتدربي مصفات الدقم OQ8 في معهد تكاتف عمان وإحالة التقرير إلى مجلس الوزراء كما استعرض مكتب المجلس تقرير لجنة الاقتصادية والمالية حول المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة بصحار وصلالة والمزيونة كما ناقش مكتب المجلس مقترح تعديل المادة الأولى من قانون تقدير الديات والرش الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118 على 2008 ترأس الاجتماع سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى